وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا يعني إيه؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا يعني لا يفقله ولا يشق عليه ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات بل هو سهل جدا ويسير على الله طب ما ده شيء بديهي وكل الناس عرفاه للأسف الشديد مش كل الناس عرفاه ومش كل الناس مؤمنة به تخيل حضرتك في سفر الخروج رقم عشرين مذكور الآتي لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع بل هناك ما هو أكثر في سفر الخروج الإصحاح رقم واحد وتلاتين مذكور أن الرب صنع السماء والأرض في ستة أيام ثم في اليوم السابع استراح وتنفس وباللغة العبرية تنفش حاشاه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن لهم أن يشبه الله الخالق والمتبر بإنسان له قوة وقدرات محدودة وكأنه سبحانه وتعالى وحاشاه أن يكون كذلك كإنسان وضعت فوق ظهري حملا ثقيل جدا فانحنا ظهره وماذا يفعل الكون حين يستريح الرب ويتنفس من يدبر شؤونه من يحفظ الشمس والقمر والنجوم والكواكب من الخروج من أفلاكها والارتطام من يدبر ما يحتاجه الخلق من هواء وماء وغذاء ليس هذا ربي فإن ربي لا يستريح ولا يتنفس بل له القدرة المطلقة في كل وقت وفي كل زمان لا يعجزه شيء ولا يؤده شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فاهنأ واطمئن لأن الله عز وجل قادر على حفظ السماوات والأرض وحفظك